فيروس كورونا هو فرصة ربنا ادها لنا ولازم نستفيد منها ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم كويسين احلى ثلاث كومنتات على الفيديو اللي فات قبل بس ما ابدأ اي حاجة او اي كلام في الفيديو خليني اقول ربنا يشفي كل شخص اتصاب فيروس كورونا وكل شخص مريض في العالم كله حتى لو بمرض غير فيروس كورونا ربنا يشفي كل مريض وتاني حاجة حابة اقولها كفاية تقولوا احنا زهقانين ايه الملل ده ايه الزهق ده عشان في ناس بالذات الستات ستات البيوت معظم حياتهم انهم قاعدين في البيت فانتوا كده بتجرحهم وتحسسهم ان حياتهم فاضية اكتر ما هم حاسين ان حياتهم فاضية فمتعودوش تقولوا ايه الملل ده ايه الزهق ده احنا بنعملش حاجة احنا وبنخرجش احنا ما بنطلعش علشان ده ممكن يجرح ناس هي دي بقى اصلا طبيعة حياتهم وبالنسبة لبقى للناس اللي زهقانة من قاعدة البيت دايما الممنوع مرغوب عشان احنا دلوقتي مجبرين ان احنا نقعد في البيت فبنقول احنا زهقانين وايه الملل ده وما فيش حاجة نعملها لكن ايام ما كنا عندنا شغل وبنطلع وبننزل كل يوم كنا بنقول يا رب راحة يوم يا رب اجازة يوم يا رب عايزة اعود في البيت ما عملش اي حاجة فدايما الممنوع مرغوب احنا عشان قاعدين مجبرين فزهقانين علشان كده عشرين طريقة او عشرين حاجة نعملها في الحجر المنزلي عشان نقل الملل تنفع للستات والرجالة للكبار والصغيرين اول حاجة معنا ان احنا قاعدين في البيت ومش بننزل ان احنا بنوفر فلوس بنوفر فلوس الموصلات والاكل او اي حاجة ممكن نصرفها برا البيت وعشان كده ده وقت مناسب جدا ان احنا نوفر فلوسنا وعشان نحسب دخلنا والمصرفات اللي بنصرفها كل شهر ونعمل خطة مالية لنفسنا وتاني حاجة عندنا وقت التخطيط لحياتنا دايما بنقول ان احنا بنضيع الوقت فيه التخطيط بالورقة والقلم مع ان التخطيط بالورقة والقلم ده حاجة مهمة جدا جدا فدلوقتي عندنا وقت ان احنا نخطط لحياتنا بالورقة والقلم وان احنا نحط اهداف ونحط طرق ازاي نوصل للاهداف دي وتالت حاجة نعمل جلسات تأمل ونصفي فكرنا من كل دوشة الحياة ولو ما تعرفوش ازاي تعملوها ممكن تشوفوا فيديوهات على النت او على اليوتيوب تتعلموا ازاي تعملوا لنفسكم جلسة تأمل رابع حاجة ودي مهمة جدا العبوا رياضة في البيت الناس اللي عمرها ما لعبت رياضة في حياتها صدقوني في هياتكم كتير جدا جدا لانها مش بس بتخلي شكل الجسم احسن ولكن كمان بتخلي الصحة احسن وبتخلي فيه طاقة ايجابية في الجسم وخامس حاجة نهتم بصحتنا اللي احنا اهملناها وقت طويل جدا زي ما سيح ان انتو ممكن تعملوا ديتوكس ولو ما تعرفوش ايه هو الديتوكس ممكن تتفرجو على فيديوهات على الانترنت تعرفو ايه هو الديتوكس وسادس حاجة اعملوا اكل لنفسكم جربوه ان انتو تخشوا المطبخ لو حد ما دخلش المطبخ قبل كده جربوه ان انتو تخشوا المطبخ وتطبخوا وتجربوا اكلة انتو بتحبوها وتعملوها نفسكم وشوفوها تطلع معاكم ازاي يعني اكيد يفضل انها تكون اكلة صحية بمكونات صحية ولكن اجيد محدش هيقول لا ايهني لو عملتوا حاجة حلوة او حلوية وسابع حاجة ان انتو تجمعوا كل الحاجات اللي بايزة عندكم في البيت والمكسرة واللي مش شغالة وتحاولوا تصلحوها ولو ما تصلحتش يبقى الافضل ان انتو ترموها بدل ما احنا حطناها في البيت وعملها كركابة على الفاضي وتامن حاجة ان احنا ننظف البيت نظفوا بيوتكم كويس جدا ويستحسن في الظروف اللي احنا فيها دي ان انتو تستعملوا كلور واخدوا بالكم ان انتو ما تستعملوش كلور مع كحول يا اما تستعملوا الكحول لوحده يا اما تستعملوا الكولور لوحده ولكن مهم جدا ان احنا ننظف البيت وتاسع حاجة غيروا شوية من ديكور الاوضة بتاعكم او من ديكور البيت بتاعكم يعني ممكن ان انتوا تغيروا الرصة بتاعة العفش اللي في البيت تغيروا مكان السرير تغيروا الستاير فده هيحسسكم ان فيه تجديد شوية في حياتكم وعاشر حاجة قربوه من اهلكم الاب يقرب من اولاده والام اتقرب من اولادها والزوج بالزوجة اللي بعده عن بعض شوية قربوا من بعض والاولاد لكل واحد في المدرسة واللي في الشغل ومجمولين عن بعض الاخوات يعودوا مع بعض وبيتهيق لي ان احنا هنكتشف في اهالينا حاجات ما كناش نعرفها من كتر ما هنقعد معاهم رقم 11 اللي انا مش عارفة عمله بقداية ازاي هو ان احنا نكلم صحابنا اللي من زمان ما كلمناهمش وكمان احنا دلوقتي ما ان احنا متطورين فممكن نكلم الناس فيديو كول ممكن نكلم صحابنا فيديو كول ونسأل عليهم ونتطمن عليهم ورقم 12 ان احنا نقرأ كتب انا عارفة ان فيه ناس ما لهاش صبر على الاراية زي انا مليس صبر على الاراية للأسف ولكن فيه حل للموضوع ده ان انتو تسمعوا الكتب دلوقتي فيه ناس بتجيب الكتب وبتسجلها بصوتها وانتو تقدروا تسمعوا الكتب وللناس اللي ممكن تسأل انا ازاي هشتري اصلا كتب ومحدش بيفتح او احنا مش بننزل من البيت بكل بساطة دلوقتي ممكن نحمل الكتب من الانترنت او ممكن يكون عندكم كتب قديمة اصلا اشتريتوها ومقرتوهاش والحاجة رقم 13 هي ان احنا نعرف ثقافة جديدة او نتعرف على ثقافة جديدة نشوف على الانترنت الناس اللي في بلاد تانية او في ديانات تانية عايشين ازاي وصدقوني بقى دي هتكون حاجة مسلية جدا وهتبستوا منها جدا برقم 14 ان احنا نتعلم اي حاجة جديدة نفسنا نتعلمها زي مثلا رأس او آلة موسيقية او لغة جديدة ودلوقتي طبعا بسهولة في كل حاجة على الانترنت ممكن تتعلموا اللي انتو عايزينه ورقم 15 هو ان انتو تشتغلوا من البيت لو تقدروا شغلكم اللي كنتو بتعملوه في المكتب تعملوه في البيت او لو انتو اصلا ما تعرفوش اي طريقة للشغل في البيت ممكن تشتغلوا على موقع زي أبورك اللي هو تبقوه فريلانسر او ممكن تعملوا فيديوهات على اليوتيوب فيه طرق كتير جدا ان احنا نشتغل من البيت من غير ما ننزل نروح لمكتب ورقم 16 هو ان انتو تكتبوا عادة في ورقة وتعملوه لها 14 يوم ان انتو تلتزموا بيها يعني مثلا زي ان احنا ناكل صحي تكتبوا ان احنا ناكل صحي وتعملوا جنبها 15 يوم وكل يوم تلتزموا بالعادة دي تعلموا صح وكده تكونوا عملتوا عادة جديدة في حياتكم والحاجة رقم 16 هي ان احنا نهتم بنفسنا وبشكلنا وبنظفتنا ودي بقى بالذات للرجال عشان هما دايما بيقولوا ان هما ما عندهمش وقت عشان الشغل عندكم وقت دلوقتي تهتموا بنفسكم فنهتم بنفسنا وناخد شاور طويل ونستعمل كل منتجات اللي احنا بنحبها يعني من الاخر ندلع نفسنا الحاجة رقم 18 ان هي اي حاجة فاتتكم مسلسلات افلام برامج نفسكم تشوفوها تقدروا دلوقتي تشوفوها زي ما انتوا عايزين والحاجة رقم 19 ودي مهمة جدا ان احنا نعمل حاجة للناس اللي حوالينا او للمجتمع او للدنيا كلها دلوقتي لان احنا كلنا بنواجه نفس الحاجة سوا ممكن ان انتوا تتبرعوا ممكن ان انتوا تعملوا فيديو توعية للناس ممكن حتى ان انتوا تطلعوا تغنوا في البلكونة سوا الحاجة رقم 20 ولازم نختم بأحلى حاجة ان احنا نقرب من ربنا كل واحد حسب دينه يقرب من ربنا لان دي فرصة لنا ان احنا نقرب من ربنا اكتر بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم لو عجبكم عملوا لايك وما تنسوش تعملوا شير لو تعرفوا حد زهقان كمان ما تنسوش ان احلى 3 كومنتات على الفيديو ده حطاه في الفيديو الجاي وكمان وصلونا ال 50 الف مشترك عشان فيه مفاجأة هتعجبكو جدا اول ما نوصل لل 50 الف سبسكرايب كل اللي عليكو ان انتوا هتدوسوا على السبسكرايب اللي تحت الفيديو بعدها تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكو كل فيديو جديد بنزلو شوفكو على خير في الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة